اشتركوا في القناة على المركز الاول في طواف السعودية يؤكد المكانة المتميزة التي تمتلكها رياضة الدرجات في المملكة وانعكست على المشاركات الخارجية مشيرا سموه الى ان فريق البحرين مكلر لدرجات الهوائية يسير وفق خطة مدروسة هدفها تمثيل المملكة في المحافل الخارجية وتحقيق افضل النتائج واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان تحقيق المركز الاول في طواف السعودية يعطي الحافز الكبير لمواصلة دعم الفريق من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات في المشاركات القادمة مبينا سموه أن الفوز سيكون حافزا للفريق لمواصلة تحقيق الانتصارات في السباقات القادمة التي تنتظر الفريق وأشهد سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة بعطاء الجهاز الفني للفريق وبعطاء وقدرات الدراج في الباهوس الذي حقق المركز الأول في الجولتين الثالثة والخامسة والمركز الثاني في الجولة الرابعة مشيرا سموه إلى أن الدراج في الباهوس يمتلك إمكانيات عالية وخبرة كبيرة ساهمت بحصوله على المركز الأول وارتداء القميص الأخضر للطواف بكل جدارة واستحقاق واستطاع دراج في الباهوس من تحقيق المركز الأول في الجولة الخامسة والأخيرة بعد مستوى مميز قدمه في المرحلة التي شهدت تنافسا قويا بين المشاركين وارتداء الدراج في الباهوس القميص الأخضر على منصة التتويج بعد فوزه بالمركز الأول بكل جدارة واستحقاق على الرغم من المنافسة القوية التي شهدها السباق حيث سبق وأن أحرز المركز الأول في الجولة الثالثة إضافة إلى المركز الثاني في جولتين سابقتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر